تعال أقول لك نتائج المصريين النهاردة في منافسات أولمبياد باريس قبل ما أقول لك نتائج المصريين يعني أقول لك أمسك واحدة منهم يعني النهاردة أنا من الناس اللي ما بتصحاش بدري للأسف يعني لحظ الوحش بطبيعة الشغل والحياة قلت أصحى بدري ومعايا ناس كتير من اللي ما بتصحاش بدري قال لك نصحى بدري ليه؟ منتخبنا الوطني لكورت اليد الساعة 10 ونص الصبح عندهم واجهة مع المنتخب الأسباني في ربع نهائي الأولمبياد والعادة أن منتخب مصر الكورت اليد ده بيفرحنا وبيخلينا دايما فخورين بنفسنا يعني صحينا؟ على أمل أن احنا هنوصل لنصف النهائي الشوت أول ونصف الشوت التاني حاجة عظمة فرق أربع أهداف فرق خمس أهداف لو الدنيا وقعت شوية كم بتبقى فرق ثلاث أهداف نضيع ونجيب غير اللي نضيعناه والدنيا ماشية زي الفر لحد آخر دقيقتين في المباراة لحد آخر دقيقتين في المباراة احنا متقدمين وفجأة كل حاجة بتنهار كل حاجة بتنهار بنتعادل بنلعب وقت إضافي بنخسر في الوقت الإضافي لآخر ثانية كنا ممكن نتعادل خسرنا المباراة 29-28 حاجة في منتهى 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 الإحباط الواحد تنكد عليه الصبح صبحية ربنا كده بنكد ليه يا جماعة ليه يا رجالة ما بقدرش أدوس قوي على لعبة منتخم مصر الكرة اليد عشان هما دايما رجالة وبيشرفونا بس ليه ده جيل جامد جدا جيل ياخد دهب مش ياخد ميداليا وخلاص كمان ياخد دهب ليه بنضيع فرص متاحة من إيدينا ليه ما عند ناس سبات فعالي ونفسي في المواجهات الكبيرة دي ليه مش مصدقين نفسنا ان احنا منتخب كبير وعظيم ليه مش مصدقين نفسنا ان المنتخب الأسباني العريق ده نقدر نكسبه بنجوم ما احنا عندنا نجوم احنا منتخب كبير ليه بنتخض ليه ما عندناش خطط بديلة نهارده مدرب المنتخب الأسباني بيطلع الحارس بيلعب بسبعة بيهاجم بسبعة في الدفاع روح منزل الحارس بيطلع واحد وعمل كسافة هجومية الكرة اللي بيروح بيها بيجيبها جول بيجيب سجل هدف واحنا مستسلمين وبنضيع كتير وبنضيع كرات سهلة طبعا إصابة ايها يا خالد في أول عشر دقيقة قلبة الموازين طبعا بس ده مش معناه انه الباقي ما كانش يقدر يعوض ويقدر يسجل وكنا ماشيين كويس اليوم النهارده كان محبت يا شباب محبت جدا يا شباب محبت جدا زعلنا منكم وزعلنا عليكم كنتوا تستهلوا تبقوا في مكان أحسن من كده بكتير منتخب مصر الكرة اليد ما كانش أبدا ينفع يطلع من ربع النهائج وبالمناسبة قبل ما أوصل لنتائج المصريين النهارده اللي عادة فيها خسائر أو كلها خسائر للأسف يعني شكرا